ابتزاز الشباب والشابات بصورهم العالية او ما يسمى ويعرف بالابتزاز الجنسي الالكتروني معلومات مهمة جدا عليكم معرفتها تحياتنا لكم متابعيننا ومشاهديننا من قناة شو الأخبار من وين ما كنتم عم تحضرونا اليوم حلقة جديدة ومهمة جدا من برنامج شو فيما فيه نستعرب من خلالها موضوع وحيد صراحة مبارح حطينا خبر نحن عن هيدا الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية اللي عمره 17 سنيني مخرج جديد من السنوية والتي تعرض لشي اسمه بأمريكا سيكس توشن او الابتزاز الجنسي الالكتروني او صور عارية له موجودة على الانترنت وهيدا الشاب طلبوا منه مصاري واسسوا حكاياته وتم ابتزازه ونتيجة هذا الموضوع راح وانتحر وبعد ما انتحر العائلة عرفت شو عم بيصير معه لهيدا الشاب لما حطينا هيدا الخبر كتير اجا تفاعل علي لهيدا الموضوع ومش بس هيك كتير اجينا رسائل على الصفحة الخاصة بقناة شو الاخبار وعلى صفحتي انا الخاصة باشخاص عم بيتعرضوا لهيدا الموضوع يعني انا صراحة بعرف انه في هيك شغلات عم بتصير بس بعد ما حطينا الخبر المباريح وبعد ما شفت كمية الرسائل اللي وصلت والتعليقات اللي عم تتحدث عن هيدا الموضوع عملت بحث اكتر عنه ريسرش اكتر لحتى اعرف شو قصته ولقات انه هناك ارتفاع كبير جدا بعملية الابتزاز الالكتروني مش بس الموضوع محصور بالشباب ولكن فقط وايضا بالشابات ومش بكل الاحيان بيكون هيدا الموضوع اشخاص عم بيبعثوا صور عمد لحدا في بعض الاحيان لا وهلا رح قلكن شو الموضوع فموضوع في غاية الاهمية انا وياكم رح نتحدث عنه وزعوا انشوروا اعملوا لشير بعتوله اي راغبين كون وبليز خلينا استمعولي شوي برحابة صدري اليوم لانه بدي يكون واضح وصريح متل مع موادين عليا موضوع في غاية الاهمية ما حدا يقلي ما بيعرف حدا او عندهم حدا متعردوا لهيدا الموضوع لانه بعد ما عملت البحث تبعي واستقصيت وهيك لقيت يعني صراحة هيدا الموضوع منتشر بشكل كبير جدا مش بس بولايات المتحدة الامريكية بكل انحاء العالم حتى بالشراء الاوسط وين بدكن لبنان عراق سوريا وين بدكن بكل المناطق موجودة بولايات المتحدة الامريكية اخوانا كونه موجودينين احنا بامريكا عم تتحدث السلطات الامنية بشي اسمه سكان وعطوه اسم لهيدا المسمى للابتزاز الجنس الالكتروني ساموه سكستورشن وعم بيقولوا المحققين انه شايفوا ارتفاع كبير بالحالات هنه مسميينه explosion and complaints يعني فيه انفجار بيئة التبلغات اللي عم تجي بموضوع هيدا الحالات اللي عم بتشير مع الاشخاص وعم بتقول ما فيه منطقة معينة بالولايات المتحدة الامريكية from coast to coast من الساحل الشرقي للساحل الغربي في الولايات المتحدة الامريكية كل الولايات عم بتعاني من هيدا الموضوع اكيد عم يمروا قدامكم على الشاشة اخبار لشغلات عم بتصير بامريكا خاصة بالسكستورشن او بالابتزاج الجنسي الالكتروني لحتى كمان ندعم الفكرة طبعا مكتب التحقيقات الفيدرالية الاف بي اي عم بيتحدث انه بس بالالفين وواحدة وعشرين بالولايات المتحدة الامريكية كان فيه حوالي 18 الف حالة ابتزاج جنسي الالكتروني مع خسائر تقدر ب13 مليون دولار وهيدي تعتبر جريمي بالولايات المتحدة الامريكية باي دواي طيب عمل تحقيقاته المكتب التحقيق الفيدرالي باورة المتحدة الامريكية الاف بي اي لقى انه معظم هيدا حالات الابتزاج عم تجي من منطقتين بالعالم عم تجي من دول بافريقيا وعم تجي من دول بجنوب شرق اسيا وعم بيقولوا الاف بي اي انه هنى عم بيشتغلوا مع السلطات الامنية بهذه البلدان لحتى يتعقبو هاو دي الأشخاص ويلقطووهم ويسلموهم للعدالي وعم بيقولوا من التحديات اللي هنى عم بيواجهها الاف بي اي انه بمعظم هيدا الحالات الاشخاص اللي هنى بتعرضوا لهil ما ببلغوا عنها ما بيحكووا مع السلطات الامنية وهلا بدي احكي عنوا لهيدا الموضوع بشكل كبير جدا لا عم بيقولوا هناك عملية إحراج بتعرض لإلها أولئي الأشخاص وبالتالي ما بيحكوا عنه لهذا الموضوع وما بيشتكوا ما بيشتكوا بالمر طيب أنا بدي أحكي عنه لهذا الموضوع وشوية رأعطيكم شوية نقاط بدكن تنتبهولي عليهم وتوعوا وليتكن عليهم نحنا للأسف الشديد بالجريات العربية والشرقية عنا موضوع العار العار نحنا منعتبر هذا إذا واحد من أولادنا أو بناتنا قام بهذا الموضوع هو عار على العائلة وبالتالي الأولاد بيخافوا أنه يصارحوا أهلهم أنه أنا صار معي هذا الموضوع عمدا أو غير عمدا وبالتالي بيخفوا الموضوع عن أهلهم ساعتها أو هني بيدفعوا مساري لهذا الأشخاص اللي بتزوهن وأنت طول ما أنك هم تدفع لهم المساري طول ما هني بدون يبتزوك وفي كثير من الأحيان أبنائنا وبناتنا بيروحوا بينتحروا نتيجة هذا الموضوع طيب إخواننا بدنا نفهم شغلي أول شغلي هناك نوعين من أنه كيف هيدي الصور العارية للأشخاص عم توصل على الإنترنت في بعض الأحيان الأشخاص نفس أمارة بالسوق فهمنا ليه كيف وكل واحد بيأخطئ بهذه الحياة ما في واحد معصوم عن الخطأ ما حدا يقل لي أنا معصوم عن الخطأ بحياتي ما غلطت بحياتي كل واحد معرض لأنه يخطئ في بعض الأخطاء بتضلية مستورة وفي بعض الأخطاء للأسف بتطلع للعادة فالحالية الأولى أو الطيب 1 هو أنه في شخص لا يعني عم بيحكي مع حدا على الإنترنت ومثل ما صار مع هيدا الشاب بأمريكا عمره 17 سنة أنه فكر حاله عم بيحكي مع بنت على الرغم من اللو كان عم بيحكي معه هو شاب بس بوزيج كأنه فكر حالة بنت راح وبعت له صورة عارية لألة قالت له بعت لي مثلا راح بعت له واحدة مثلا صارت صورة العارية موجودة عند هيدا الشخص بيقل له ينوات بعت لي أنت مصاري مثل الحال اللي عم نحكي عنا بده 5000 دولار منه أو أنا بحطه على الإنترنت وببعتها أهلك لأصحابك وبحطه على الجروبات اللي أنتو موجودين فيها بالمنطقة اللي أنت موجود فيها هيدا أول حالة الحالة أنه أنت عم بعت رسالة لحدة طب في حالة تانية إخواننا مش بيكون الشخص باعت صورة لحدة تانية وهيدا انتبهولي علي كتير لأنه عم بتصير كتير وأنا حكيت عنها هديك المرة بقصة بموضوع الهاكرز هاو دي بيخترقوا تليفوناتكن هاو اللي بيخترقوا الكمبيوتر تبعكن اللابتوب تبعكن الدسكتاب تبعكن كد شيء إلكترونيك ديفايسيز عم بيعملولو هاك ولما بيعملوا اختراق للإلكترونيك ديفايسي للأجهزة الإلكترونية تبعكن من تليفون وغيره بيقدروا يتحكموا بتليفونكم لاتسي لاتسي أنا معي تليفون آيفون قدامي موجود هلا بهيدا تليفون فيه بقلبه كاميرا مش هيك إذا واحد عامل لي هاك لتليفوني ولاتسي خيية وعزروني بدي يكون صريح بهذا الموضوع ولاتسي أنا فايت بدي أتحمى وفوت تليفوني معي مش ضروري تكون الكاميرا دائري فيه الشخص هو يدور هيدا الكاميرا ويصور إني أنا عم بتحمى هل يا ترى هيدا موضوع عاملا طب خدوا مثال تاني كتير أشخاص بيستعملوا لابتوب مش هيك مش على لابتوب فيه ويب كام طب إذا انت الكمبيوتر تبعك أو اللابتوب تبعك معمل له هاك مخترق فيهم يتحكموا بالويب كام تبعك ويصوروك بدون ما أنت تنتبه طب هيدا الحالة تانية كمان بدنا ننتبه له لأنه كمان عم بتصير كتير موضوع قصة انه بدون ما أنت تعرف أشخاص بيخترقوا تليفونك أو بيخترقوا الابتوب تبعك يبياخذولك صورك أو بيكون في صور على التليفون انت أخذها نفكر حالك انه خاصة ولكن ان اخترق التليفون أخذوا هيدا الصور أو من خلال كاميرا موجودة على التليفونك أو الكاميرا الموجودة اللابتوب تبعك أو الدستكتوب تبعك أخذوا صور لإليك أو فيديوهيد غير أخلقي بشكل عام أول شغلي بدي إياها منكم كتبس كمعلومات لحتنا مش بس نكتر حكي كمان نستفيد من هيد المعلومات ونعرف شو لازم نعمل كيف فيكن تحموا حالكم هنا؟ أول شي ما تبعطوا صور لحدا ما تبعطوا صور لحدا صور منيحة مش منيحة ما بعرف شو ما بحياتكن تبعطوا صور أو فيديوهات لحدا تاني شغلي ما بحياتكن تدوروا فيستايم أو فيديو كونفرنس ما حدا كمان بتعرفوه شو تعملوا أشغال غير أخلاقية عليها صراحة هي الشغلة التانية الشغلة التالتي إذا وصلتكم لينك أنا حكايت عن قصة الهاكرز عملت فيديو طويل عريض الاختراق التريفونات إذا بيوصلكم لينك رابط على التريفون أو شي ما تكبسوا عليه إذا مش عارفانين من لينك منين جهي لأنه في كثير من أحيان تكبسوا على هيدا الرابط ساعتها تريفونكم اخترق شو ما في صور انتم موجودة على التريفون وفيديوهات بيخدوا لكم إياه رابع شي إذا عندكم انتم لابتوب أو شي عم تستعملوا الوبكام تبعو حطوا تلزيق عليها أو في شغلات فيكم تشتروه عن الانترنت بتسكر على الوبكام بس بتكون انتم مش عم تستعملوا وبس تكونوا عم تستعملوها بتفتحوا عنا للوبكام وما تفوتوا تريفوناتكم معكم على الحمام صراحة يعني هي كمان نقطة بتكن تنتبهولها كتير طيب ونقطة كتير بدنا ننتبه لإخواننا إنه مش بس عم بتصير مع الشباب عم بتصير مع الشبات كتير والبنات طيب لا تسيلة سمح الله خلص حدا صار معه هيدا الموضوع شو لازم يعمل شو هي اللازم يعملوا صراحة أول شي تذكر إنه مش أنت الوحيد هناك الألاف والألاف من الأشخاص اللي عم بيمرقوا بهيدا الموضوع بس أنت لست الوحيد تاني شي الشخص اللي عم بيبتزك وقف communication معه ما تتواصل معه بالمرة ما ترد على مساجاته على إيميلاته على تريفوناته خلص أمله بلاك ما تتواصل مع هيدا الشخص اللي هو عم بيبتزك أو يستفزك الشغلة الثالثة تواصلوا مع السلطات الأمنية بالبلد اللي أنتوا عايشين فيه بكل بلدان العالم تعتبر هيدا جريمة وعم نشوف بيه الأنباء عم بيلقطوا شبكات تعمل في هذا الموضوع وتبتز الأشخاص نحن عنا بالولايات المتحدة الأمريكية اللي بتولى هيدا الموضوع هو ال FBI شوفوا قدس جديين بهذا الموضوع مكتب التحقيقات الفيدريالية FBI هو اللي بتولى هيدا الموضوع في وابسيت راح تلكم يا منتحد أنا اسمه www.ic3.gov www.ic3.gov هيدا من خلاله هيدا الوابسيت فيكن تطلعوا بتحطوا المعلومات وبتشتكوا أو فيكن تروحوا على المكتب المحلي المكتب التحقيقات الفيدريالية بلو المنطق اللي انتوا عايشين فيها لاتسي أنا عايش بمنطقة ديترويت الكبرى بديربون ديربون تعتبر تابعة لديترويت FBI Office بروحوا بعمل هونيكي تمام؟ فما تسكتوا عنه لهيدا الموضوع طب أنا بدي أحكي مع الأهل وآخر شي بدي أنهي فيها لهيدا الفيديو بشكل 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 واضح وصريح جدا نحنا كأهل لازم نحمي أطفالنا وللأسف شديد جدا نحنا نتيجة انشغال الأهل نتيجة هيدا قصة العيب والحرام والعار كتير من الأطفال تبعنا وولادنا وأبنائنا بيلجأوا لأشخاص مش لازم يلجأوا لهم لأنه بيستحوا يحكموا مع أهلهم بهيدي المواضيع بالمواضيع الخاصة فيهم فنحنا ولما الطفل بيجي لعننا لا تسي شي ولد استرجى لا تسي شي خي بدي أعطيكم مسل بسيطي خي يجا عم ابنك لعندك وقال لك يا خي أنا بحبة لهيد البنت اللي بالمدرسة لا وكيف بعدك صغير ومش مظبوط وعاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح بهذا الموضوع وقصص وحكي يا خي يعد مولا هيدا الصابق فهموا فهموا خليكون هناك انفتاح في موضوع التعامل مع الولاد نحنا عايشين بزمان غير زماننا والجيل هلأ الجديد جيل اللي بعد أنا وولادنا زمانهم غير زماننا والبلاد نحنا لا تسيلي عايشين بأوروبا وبكندا وبأمريكا المجتمع الذي نعيش فيه والمحيط الذي نعيش فيه غير المجتمع طبع بلادنا فيجب أن يكون هناك انفتاح في هذا الموضوع في الحديث مع الولاد لحماية الأطفال أول شغلة بدي إياها منكم إخواننا بدي منكم خمس شغلات مع أولادكم بدكن تعرفوا أمتى أولادكم عم بيطلعوا أونلاين هادي أول شغلة أمتى عم بيطلعوا أونلاين أمتى عم بيستعملوا الانترنت تاني شغلة مع مين عم بيتواصلوا أونلاين هي تاني شغلة تالت شغلة شو هني وسائل التواصل الاجتماعي اللي هني عم بيستعملوا رابع شغلة هل يا ترى عم بيحكوا مع أشخاص هني ما بيعرفون أشخاص غربة وخامس شغلة بدي منكم تنتبهوا لنا لأنه هل يا ترى عم بيتعرضوا للضغط من أي شخص على الانترنت لحتى يبعطوا صور أو فيديوهات لإلهم هادي خمس شغلات بدي منكم تنتبهوا لها بشكل كبير جدا صراحة بشكل كبير جدا وآخر شغلة بدي إياها منكم أنه قصة هايدي العيب والإحراج والعار تطلعوا لي منها شوي وقصة هايدي إنه نحن والله كاملين مكملين ما منغلط كمان تطلعوا لي منها شوي اللي هنتوا أهل هلأ أنتوا أهل صرتوا أهل وعنكن أولاد قلولي إنه أنتوا كأهل ما غلطتوا لما كنتوا بعمروا المراهقون ما بعدكن عم بتغلطوا لحد هلأ حكولي قلولي قلولي أنا قلولي حسين أنا ما بغلط يا خي أنا مش واقف قدامكن هلأ على اللايف عدوا لي كم غلطة مغلب بحياتي مش مشكلة إنه الواحد يغلط المشكلة إنه إذا ما تعلم من غلطه ونحن إذا بنا نتعامل مع أولادنا على أساس العيب والعار والإحراج بحياته هاد ولد ما رح يتعلم وما رح يصلح غلطه عشان هيك أولادنا عم بيروحوا ويعملوا هيك شغلات عشان هيك أولادنا عم بيروحوا على المخدرات عشان هيك أولادنا عم بيفوتوا بقصص مخصم فيها لأنه بيخاف يحكي مع أهله بيخاف ينزعب من البيت شو الحل نحن عنا كمجتمعات عربية وشرقية لما بيعرفوا إنه الولد لا سمح الله عملوا شي شغلة بيعتبروها هني غير أخلاقية بعض صورة لحدا أو لاتساعة بيستعمل مخدرات بيزعبوه من البيت فاللي كان بلش بمروانة زعبوه من البيت بيصير بيضرب مهرووينه كوكيين لا لأنه أهله اسم الله موضوع في غاية الأهمية بقتنتبهوا لأولادكم هيدا أغلى ما تمتلكون في الحياة إذا ما بنتكن تنتبهوا لأولادكم عشو بنتكن تنتبهوا إذا هيدا الجيل ما بدنا نحميه ما قلنا مستقبل نحنا لا ببلادنا ولا هون ما قلنا مستقبل هذا موضوع في غاية الأهمية اعتذر إذا أطلب في الحديث عنه خدوه في محمل الجد كونوا على وعي بما يحصل مع أطفالكم بأي عمر كانوا كل الأطفال والأولاد إن كانوا صغار ولا بسن المراهقة ولا بالعشرينيات ولا بالتلاتينيات ولا بأي عمر أنا بعرف أشخاص لهم مقامهم وقيمتهم وشغلهم واتعرضوا لهيك موضوع ما حدا معصوم يجب أن يكون هناك حاضني هؤلاء المجرمين عم يستفيدوا من فكرة الإحراج والعار الموجودة لحتى يبتزوا الأشخاص لما منطلع من فكرة العار فهمين كيف؟ لما منطلع مننا لهيذ الفكرة ساعتا بشو بدون يبتزون ما خلص المجتمع والعائلة حاضنة لإلهم وسوف تستوعبهم وتساعدهم على أصلاح نفسهم ساعتا ما بيصير فيه ابتزاز هذا كان موضوعنا لليوم موضوع في غاية الأهمية بطلب منكم أن تعملوا لهذا الفيديو بشكل كبير جدا نظرا لأهمية المعلومات واللي أهم من هيك انتبهوا لأولادكم انتبهوا لمحيطكم حمو حالكم وحمو أولادكم وحمو عيالكم هيدا كان فيديو تبعنا لليوم لمن نعمل لايك وفول صفحاتنا عملنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستجرام تويتر وتيك توك سبسكرايب على يوتيوب تفعيل جرسة تنبيه تنبيه ونوتيفيكيشن وإلى أن نلقاكم بحلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى كما يكون حسين هاشم من قناة الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة